بسم الله وصلاة والسلام ورسول الله. احبابي في الله. النهاردة هنكمل في السوابة التجودية او هنقولها تاني بقى لوحدها كده انا مسحصحالكش محدش ايه يضحك علي ولا حد يشغلني. حرف الايه? حرف الراء. حرف الراء دوت لوحالين. لوحالين. زي ما قلنا احيانا ييجي مفخم. احيانا ييجي مفخم. عايزين نتخنه بس السن كده شوية. عايزين نتخن السطر اللي هو هنعمله فيه حرف الراء مفخم كده نتخنه شوية كده هوا. واحيانا ييجي مراقق. احيانا ييجي ايه? واحيانا ييجي ايه? احيانا هتلاقي مفخم هتبقى راء راء. ايه? مفخمة. واحيانا هتلاقيها راء راء كده مراققة. هنتبقى راء ايه مراقق? انا عايزاك تركيزي كويس. انا ممكن لو شرحت لك. لو انا شرحت لك. هشرح لك بقى على صبورة. او زي الناس ما بيحبوا صبورات. لا. انا جو حبي صبور. انا بحب اكتب لك كده هو. واكتب لك هنا احوال اهي. حرف. الراء. تفخيما. وايه? وترقيقا. حرف الراء بيدخن? او بايه بيرفع? حرف الراء امتى بيدخن? لو كان. بصي كده. لو كانت الراء مفتوحة. مفتوحة. او مضمومة. مالها. تفخيم. طيب. لو كانت الراء مكسورة. الكسرة من تحت. اهي. الكسرة من تحت. اهي الكسرة اهي. يبقى نعمل ايه في الراء? ترقق. بقى ده هنا ترقيق. اهي. ده ترقيق. وده ايه? تفخيم. اهو. يبقى الراء لو مفتوحة او مضمومة. مالها تدخن. والراء لو مكسورة. مالها ترفع. يبقى ده ترقيق. وده تفخيم. يعني ايه تفخيم? يعني تغليظ. يعني يطلع صوتها تخين. تبقى راء. طيب ويعني ايه ترقيق? يعني ري. يعني ري. طيب ممكن تقولي لي الرا دي احنا هنمسكه الوقت في المفخمة. كده بس يا خالته لما تبقى مفتوحة او ما مضمومة وخلاص كده? لا تعال استنى هقولك حاجة كمان. ده انت ممكن تلاقيها. طب الحالة بتاعت التشكيل التالتة ايه? معنى عندي الحرف يا بيكون يا مفتوح يا بيكون يا مضموم يا بيكون يا مكسور يا بيكون ساكن. طيب الراء بقى لو سكنة. الراء لو سكنة هي اصلا مفخمة. فالراء بقى عنها سكون. السكون في المصحف هي يا بصي بتبقى شكلها كده راس الحاق. لاني هكتب حاق واخد راسها بس. راس الحاق. قالك تبصي للكلمة اللي جنبها. طبعا الراء لو هي مفتوحة او مضمومة زي ايه? ربنا رحيم. الصراط. رات راق. رباء ربما. رحماء. رحماء. آآ رحماء بينهم. رحماء بينهم. آآ صابرون. طيب. الراء بقى لو هي سكنة قال لي ايه? قال لي في حالتين. في حالتين. لو سكنة بعد فتح او ضم يعني الحرف اللي قبلها مدام هي سكنة. يبقى حبص للحرف اللي ايه? اللي قبلها. لو مفتوح او مضموم يبقى الراء ايه? الراء ايه? تدخن. تفخم. قدني بقولها هو تاني. حبص للراء. هتفخم. لو هي الراء سكنة. يبقى انا في الحالة دي حبص لقبلها. لو مفتوح او مضموم. اللي يحصل. تدخن. طيب. الراء السكنة دي. امتى تدخن تاني لو هي لو انا لقيتها الراء السكنة دي. قبلها. بصي بقى في حال تركيقها كده هو. امتى تركك? قلنا لو مكسورة. او تكون سكنة. وقبلها مكسور. قبلها ايه? مكسور. ايوة كده صح. يبقى الراء فاحوالها. خلي بالك معي عشان هنا في شوية حاجات كده ايه? شواز القاعدة. في شواز القاعدة. يعني في حاجات تانية كمان. مش بتبقى سكنة بعد فتح وضم بس. ده ممكن تبقى سكنة. وقبلها كمان ساكن. ايه ده? قبلها ساكن? اه. وممكن تبقى سكنة وقبلها كمان يا كمان. قبلها يا سكنة. كمان ايه ده? طب ايه اللي هيحصل بعد كده? ده اللي ان شاء الله هنعرفوه المرة الجاية في احوال الرأي المفخمة بس كده هو. هل الرأي المفخمة السكنة? احنا قلنا لو سكنة بعد فتح او ضم. بخلاص. يبقى هي كده بتدخن. خلاص. طب فريدي الرأي دي سكنة بقى. وكان قبل الساكن بتاعها قبلها كمان حرف ساكن. يبقى قبلها كمان حرف ساكن. اعمل ايه? طب لو قبلها يا اعمل ايه ماشي. طيب لو هي السكون اللي قبلها ده تطلع اصلا الف وصل. همزة وصل. اعمل ايه? ده اللي هنقول لك المرة الجاية ان شاء الله في احكام الرأى. دمتم بخير. خليكم معنا ان شاء الله في سواب التجودية. حسهل هالك بايسر ما يكون. وحفهم هالك باسهل ما يكون. واجزاكم الله خير وانتقبل الله مننا ومنكم. والسلام عليكم وحتى اللي وبركاته.